الكلية اللي اكلمكم عنها النهاردة كلية مميزة حبتين وده لانها بتكون هدف كبير جدا لطلاب المرحلة التانية بالذات كلية عظيمة جدا جدا وارسالتها في الحياة قوية جدا يعني كلنا عارفين قصة الست اللي حبست القطة ودخلت النار بسببها وعارفين قصة السيدة اللي كانت بتاع صلاة واللي عشان شربت قطة دخلت الجنة فما بالك انت بقى وانت هتعالج الاف القطة والحيوانات التانية لان كلامنا النهاردة عن كلية الطب البيتاري بس خلي بالك لو انت بتخاف تتعامل مع حيوانات وشايف ان طب بطري هتتعامل مع حيوانات وانت خايف فلأ خلينا اقول لك ان مش كل الوظافة تاع الطب بطري لازم تتعامل مع حيوانات عشان تعرف قصدي وعشان تعرف اكتر تابع الحلقة للنهاية انا طريق صادق وانت انظرني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم فيديو جديد معاكم طريق صادق بفكركم ان احنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيعة فما تبخلش عليا باللايك الحلوة بتاعك وكمان تسبسكرايب لو اقول مرات شوفني وخلونا اولا نتكلم عن كليتنا كلية الطب البيطاري لازم تكون عارف في البداية ان كلية الطب البيطاري بدخلها طلاب علم علوم وبس طالما طب وهتلبس بلت ويبقى اكيد هي من علم علوم يعني دي بادهيات اساسا صباح الفول ولازم تكون عارف ان الكلية خمس سنين وما فهمش سنة اعدادي يعني ما فيه سنة بتجهز فيها انت بدخل خمس سنين على طول والكلية في اغلب الجامعات دلوقتي شغلة بنظام اسمه الساعات المعتمدة او الجي بي اي ولو انت مش عارف ايه الجي بي اي ده او الساعات المعتمدة فانت محتاج للوقت تنزل تعملي سبسكرايب لانه قريب قوي هنعمل عنه حلقة كاملة وكمان لازم تكون عارف ان كلية الطب البيطاري مفيهاش اقسام ايوة بالزبط كده الكلية ولا فيها سنة اعدادي ولا فيها اقسام اساسا انت بتدخل الخمس سنين كده انت دكتور طب بيطاري ااااااا حد يقدني الانعاش يا جدعان بس خلي بالك في بعض الجامعات زي جامعة اسكندرية مؤخرا بدأت تعمل حاجة جديدة كده وهي البرامج الخاصة وده انهم يخلوك متخصص بعد التخرج في حاجات بعينها زي مثلا صحة الغذاء لكن خلينا في الطبيعي اللي هتلاقي في كل الجامعات وهو ان مفيهاش تخصصات ومفيهاش اقسام بالنسبة بقى المواد الكلية فانت هتقسمهم لحاجتين مواد اكاديمية ومواد اكلينيكية المواد الاكاديمية هو ما تدرسهم فى سنه اولى وعلى هانك وفى سنة ثالته اما المواد الاكلينيكية هو في اخر سنتين و وعلى هانك سنة اهم الزلوكيات وهو اتدرسك ازاaying ب transp какая تت ناعمل مع اللتماء التحدث مع ده الحيوان بيحس ناعمل وعلى هاتله بتقول لا تقفش ابدا في ظهر حصان ايه اللي لو انت عايز بقى وعظمك كله يتكسر رمز باشا لو جالوبارد انت مسؤول قدامي يا فدم احنا نعيانه بالله عليكم ركزوا في المواد دي بدل ما تروحوا في داهيا ولا نلقيكم مرفوصين من حصان ولا فيو حمار معواركم يركزوا خلصت السنة اولى وخلصت السنة ثانية بنطلع بقى لسنة ثالثة وفي سنة ثالثة بقى تقدر تقول كده ببدأ الجد بجد لان بتلاقي كل فترة فيه امتحان جديد لانك خلاص بقيت شخص كبير في سنة ثالثة دلوقتي خلاص كبرت والمواد بتاعتك بردو كبرت هداخد مواد مثلا زي علم السموم ومواد زي علم الادوية وكمان علم الامراض خلصت السنة ثالثة وبدأت تفرهض منها انا عايزك بقى تجمد عشان احنا كده خلصنا الجزء الاولاني اللي هي الدراسة الاكاديمية ودلوقتي بقى دخلين في لفل الوحش الدراسة الاكلينيكية في سنة رابعة بقى وفي سنة خمسة انت مش بتمتحن انت بتعايش عشان تمتحن انت بتتنفس عشان تمتحن في سنة رابعة وفي سنة خمسة بيبدأ الجد قوي 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 وبتلاقي فيه امتحانات كتير والمواد هتحس انها بيت اصعب شوية لان بقى دل بهاريز حرفيا انت كده بدأت بقى تاخد المواد قوي هتاخد حاجات زي الجراحة والتخدير والعمليات وامراض البطنة ومت كده وبقى اسلق باشكاش محفوظ بيضح النهاردة ده انت كمان هتدرس الولادة ومش في اي ولادة هتدرس ولادة ازاي الحصان بولد ازاي بولد ايها هتدرس حاجات كده بجد يعني انا شايف ان ادراسة المهم بتاعها والله العظيم انا بحب اتفرج على الحاجات اصلا في اليوتيوب الساعة نشره بالليل ونصهران يا بختك هتعملها بايدك ده انت كمان هتدرس الطب الشرعي وهتدرس الامراض المعادية وكل تكلم ان المواد دي صعبة قوي في الامراض المعادية بقى خلي بالك اصلا يا شكلها اصلا يخوف وهتدرس المواد المشتركة ودي بتدرس فيها المواد المشتركة ما بين احنا كبني ادمين والمواد المشتركة بينك وبين باي الحيوانات اللي هم بالمناسبة حوالي 250 مرض مشترك انت هتدرسهم كلهم الله يعينك يا رب اجمد كده لا بص متعياتش مش عايزك كده ها اجمد وكمان هتدرس امن سلامة الغذاء لو جيت تبص كده على المواد دي هتحس ان هي مزيد كده ما بين زراعة وعلوم كمان فانا بصراحة شايف ان الدراسة فيها ممتعة جدا 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 والجانب العملي فيها حلو قوي دول يا صديقي كانت الدراسة اللي انت بتدرسها خلال الخمس سنين بعد ما تخلص الخمس سنين للاسف ملكش سنة امتياز اللي هي السنة اللي احنا اتكلمنا ان انت بتنزل فيها المستشفيات تشتغل بايدك لكن الجامعات حاليا في طريقها ان هي تعمل السنة دي الله اعلم يمكن بعد خمس سنين انت اللي تأثر في المجتمع وتخلي عندنا وعي ثقافي نحية الامراض بتاعت الحامانات وان هم ارواح زينا لان بجد الموضوع ده مهم جدا فتلاقي بعد الخمس سنين بتاعتك فيه سنة امتياز لان بقى فيه عيادات للحامانات في كل مكان ممكن تنزل تتضرب فيها بس صحيح مفيش سنة امتياز بس انت برضو تقدر تنزل تدريبات انزل بقى تدريبات فين يا طارق بتروح اماكن زي المزارع وحضوقة الحيوان تخيل كده انت نازل تدريب في حضوقة الحيوان والله قمة المتعة وكمان بتنزل المجازر اه زي بوحة كده مائة وتسين جنيه ايه كمسة وتمانين جنيه نعم مائة وتسين جنيه كل ساعة طيبية وانت طيب وبتنزل كمان قوافل طبية وعلاجية اذا تعالوا بقى نتكلم عن مجالات الشغل من كلية الطب البيطاري ممكن تشتغل في مزارع الخيول وبالمناسبة اللي حبيبني في الكلية دي ان في دكتور بيطاري بشوف فيديوهاته على اليوتيوب وفيديوهاته على الفيسبوك وهو بيعالج الاحصنة بجد الراجل ده شطر جدا 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 ممكن تتفرج على فيديوهاته ممكن يحبيك في الكلية ويكون ملهم ليك انك تدخل كلية زي دي عن حب وممكن كمان تشتغل في مزارع الدواجن وكمان مزارع المواشي وممكن تعمل لنفسك عيادة خاصة او معمل تحاليل ده انت كمان ممكن تشتغل زواب الدكتور في القوات المسلحة وممكن تشتغل في امن وسلامة الغذاء في اماكن زي الفنادق واماكن زي المطارات وكمان تقدر تعمل معادلة وتسافر برا مصر وبرا مصر هم بيحترموا جدا جدا الشغلانة دي وليهم شغلانات كتير جدا واهم حاجة مش عايزك تبص للناس الفشلة اللي بيعودوا تريقوا عليك ويقول عليك دكتور بهايم لما يترق عليك ويقول لك يا دكتور البهايم بقوله لما اتخرج بعملك تخفيض في نهاية الحلقة ده كاترة بفكركم ان النجاح شخص مش كلية فانت مهما كانت الكلية اللي ربنا كتبها لك لازم تكتهد وتعمل اللي عليك وتطور من نفسك دايما لانها لو كانت اعظم كلية في الحياة بس انت سبت نفسك فانت مش هتنجح لان النجاح مش هيجي لك وانت نايم اما لو كانت كلية كل بيكرهك فيها ويقولك انها مش حلوة بس انت من جواك مؤمن في نفسك وبتكتهد وبتعمل اللي عليك وبتتقل له فسدقني في النهاية لازم تنجح لان ربنا سبحانه وتعالى مش بيضيع تعب حد اتمنى تكون الحلقة عجبتكم واتمنى كمان تكونوا دعمتوني باللايك الحلو بتاعكم والسبسكراب لو قال ما راتشوفني وطبعا انا بالحلقة عجبتك وعندك اي تعليقات اجابية اكتبها لنا تحت في التعليقات ولو عايزنا نتكلم عن كليات تانية لسه متكلمناش عنها برضو اكتب لي تحت في التعليقات اتمنى تكون حلقة لطيفة وخفيفة عليكم كان معاكم طرق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المواد الكيميائية ايه المواد الاكاديمية دول اللي بتدرسهم في سنة اولى وفي سنة تانية وفي سنة تالتة اما المواد الاكلينيكية بتدرسهم في اخر سنتين اللي هم سنة ربعة وسنة خمسة وكمان هتدرس امن ملاحة الغذاء ايه امن ملاحة وكمان هتدرس امن سلامة الغذاء فانا بصراحة انا شايف ان المواد دي كلها مواد عملية جدا يعني انت لو كان هدفك مثلا مواد فانا بصراحة شايف ان الدراسة فيها ممتعة جدا 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 والجانب العملي فيها حلو قوي بعد ما بتخلص السنين بعد ما بتخلص الخمس سنين بقى بعد ما تخلص الخمس سنين للاسف ملكش سنة امتياز ده انت كمان ممكن تشتغل زواب الدكتور في القوات المسلحة ولا ده ابو اسماعيل ضربونه يا بوحة